نقطة تانية وانا تعبت من هذا الامر برضو زي ما تعبت من الكلام على حقوق الرعاية والكلام اللي حضراتكو عارفين ولكن نقطة تانية لسه الناس فيه فيه ناس في الميديا بتحاول ان هي تتكلم عن اسباب التغيرات التغيرات الادارية في النادي الاهلي والحقيقة انا كنت تتمنى يعني انا بحي صديقي المهيب عبدالهادي ليه لان انا كنت تتمنى ان انا كن مكانه فيه واتحاور مع كابتن سيد عبدالحفيز ولكن كابتن سيد عبدالحفيز طلع مع كابتن مهيب وانا بحي مهيب على الحلقة رائعة الحقيقة ولكن كابتن سيد قال ايه قال لك انا مسؤول او مش مسؤول فيه كلام ما اقدرش اقوله لانه مش معناه انه هو غلط بالمناسبة الكلام اللي بيتقال ده مش غلط ولكن ما ينفعش اقول اسرار فرقة سواء انا جوه المسئولية او برا المسئولية واتكلم كابتن سيد في حواره الرائع الحقيقة مع كابتن مهيب ان مفيش مشاكل خالص حتى بعد ما الفريق بدأ مشواره وكابتن خالد بيبو الحمد لله الامور ماشية بشكل اكتر من رائع لسه كنت بتكلم مع الحضراتكم ولكن ايه هي الرسالة اللي حضرتك عايز او اللي حضراتكم عايزين توصلوها انه حتى لغاية من يوم او يومين او تلاتة الناس كانت بتتكلم على ان سيد عبدالك كابتن سيد عبدالحفيز ماشي وكابتن خالد بيبو جه هلأ انه مفيش في الاهل مشاكل فحضرتك بتحاول تخلق اي مشاكل ولا عشان ايه الناس بترجع لقرار فات عليه اكتر من شهرين تقريبا او تلات شهور ولا حد اشتكى ولا حد طلع صرح بحاجة الرجل كابتن سيد عبدالحفيز نفسه هو نفسه مش خياله مش حد تاني طلع وتكلم فهل كلام كابتن سيد عبدالحفيز اللي قاله لا يكفي كابتن سيد قال مهيب سأله في كل حاجة وكابتن سيد جاوب بكل حاجة ولكن في حاجات قال هو انا مش مسؤول في النادي الاهلي ولكني لن استطيع ان اجاوب على مثل هذه الامور لانها اسرار فريق او اسرار نادي انا بحيي كابتن سيد عبدالحفيز على هذا الامر هذا هو الفارق ما بين سيد كابتن سيد عبدالحفيز او ابن من ابناء النادي واي حد تاني هو ده اللي كابتن سيد بيعلمه كابتن سيد عبدالحفيز بيعلمه للاجيال القادمة وقال انا وخالد ديبه اصدقاء وكلمنا انه هو مرة واثنين وثلاثة طب ايه المطلوب من كابتن سيد يعمله تاني يعني ايه المطلوب في هذا الموضوع بما ان يعني حتى مهيب سأله قال له حضرتك يعني كابتن سيد وحسام غالي بيتقال ان كابتن حسام غالي لا كان سببا رئيسيا في ان كابتن سيد يمشي قال له لا طبعا قال له ده قرار للاجنة يعني الكلام اللي حضرتك سمعتوه من كابتن سيد فالحقيقة انا باستغرب جدا جدا ان يتم اعادة وتدوير هذا الكلام في 3 اربع تيام بعد شهرين او 3 شهور من انتهاء هذا الامر ما هي الا مجرد خلق مشاكل بما ان النادي الاهلي مفوش مشاكل حتى الناس او البعض كان ينتظر بعد هزيمة النادي الاهلي عفوا بعد هزيمة النادي الاهلي من من في السوبر الافريقي البعض شاف ان نستنى شوية حلاقي مشاكل ولكن لا الحمد لله ربنا قرب لعبت المصر اكسبت اربعة وبعد اللي لعبت سان جورج اكسبت هنا اربعة تلاتة واربعة وبالتالي الامور ماشي فرقة بتلعب هنا وفرقة بتلعب هنا وفرقة بتلعب هنا الامور ماشي بشكل جيد عندك مباراة يوم اللاربع فقبل انهاء كاس مصر مع امبي وبالتالي الدنيا ماشي اللي انا عرفه اللي انا عرفه في موضوع كابتن ساد عبد الحفيز تحديدا اللي كان موجود في الاجتماع معروف الصورة واضحة لو تعرفت جبهانا ساميل لو سمحت فالصورة واضحة فيها كابتن خطيب كابتن حسام غالي كابتن محسن صالح كابتن زكريا نصف ومعاهم كابتن ساد عبد الحفيز اليوم ده مظبوط الاربعة وخمسة اللي هم الخمس فيش حد سادس اللي طلع يقول هذا الكلام هل كان موجود في وسط الخمسة دول مثلا طيب الكلام اللي طلع اللي اي حد طلع اتكلم فيه طلع قاله ازاي بناء على ايه ازا كان الوحيد اللي طلع اتكلم في هذا الامر هو كابتن ساد عبد الحفيز اتكلم زي ما حضراتكم شفته فانا باستغرب جدا جدا ولازم الفت النظر لهذه الامور لانها امور وجهة نظري هي امور غير طبيعية ان انا اتكلم عن قرار تم اتخاذه هو القرار ده كان في حاجة تمانية على ما اتذكر النهاردة احنا واحد عشرة يعني في شهر ونص او شهرين كان اربعة تمانية او خمسة تمانية صح يا شباب ابقوا صححولي يعني لو الكلام ده صح فالقرار كان من شهر ونص شهرين جاءت تتكلم فيه دلوقتي تب ما قلتش الكلام ده ما تساعتها ليه فانا مثلا من الناس اللي عجبوا لي برضو كابتنسي بزيها هو وهو بيتكلم لما قال عارفين ليه الاهلي طول عمره مبدأته ما بتتكسرش عارفين ليه الاهلي في حتة تانية لما اتكلم كابتنسي مع مهيب مع كابتن مهيب لانه كل من يترك منصبه في الاهلي يتحدد بنفس الطريقة كان اربعة تمانية صح شكرا كان اربعة تمانية يعني من اربعة تمانية لأربعة عشر دول شهرين حضرتك طلع تتكلم النهاردة واحد تمانية طبعا واحد عشر لكن في شهرين طلع تتكلم على موضوع كابتن سيد بعد الموضوع بشهر ونص حاجة غريبة فعجبني جدا كلام كابتن سيف زهر اللي قاله وقال انه الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني او اي نادي اخر واضح لانه اللي بيترك منصبه في الاهلي بيتحدث بنفس الطريقة محدش بيتكلم عن تفاصيل شغله محدش بيتكلم بشكل سلبي عن النادي لان احنا اصلا ما عندناش مشاكل ومشاكلنا بيتم حلها في الغرف المغلقة المغلقة فانا بس بالنسبالي كان لازم اعلم على هذا الامر لانه موضوع غريب جدا جدا واشكر على فاكرة زي ما انا بننتقد البعض يجب ان نشكر البعض زي ما بننتقد اللي طلعوا بيتكلموا على موضوع كابتن سيد عبدالحفيز بعدها بشهرين ولكن لازم نقول ان فيه كابتن سيف زهر بيتكلم بشكل جيد عن الاهلي لازم نقول ان فيه كابتن مهيب عبدالهادي عمل حلقة رائعة مع كابتن سيد عبدالحفيز وبالتالي هو ده الموضوع فمهم جدا ان انا بس كنت اتكلم في هذا الامر